حسب المعلن متى يشعر المواطن التركي بهذا الفارق أستاذ محمد تكلم محمد شمشك في تسلمه للوزارة على المدى المتوسط نتقرب بين ستة شهور إلى سنة سيشعر المواطن التركي بالتغيير هناك خطة جديدة اليوم من حزب العدالة والتنمية لتخفيض أسعار الأجارات لوجود حل لإيجاد حل لتضخم الأسعار تضخم الأسعار باعتقادي ليس سببه اقتصادي بحث إنما هناك سبب سياسية هناك فقعات وبالونات وهناك تصنيفات دولية للاقتصاد التركي مما يؤثر على أسعار العقار وبالتالي يتأثر المواطن التركي بالشكل مباشر أهمية ملف الاقتصاد في هذه المرحلة بالتحديد حتى قبل انتخابات البلديات المقبلة حتى وإن كانت البلديات جانب خدمي لكن المواطن يتأثر بالدعاية وخاصة الدعاية الاقتصادية أهمية هذا الملف حتى موعد الانتخابات البلدية يعني هو الملف الأساسي بالدرجة أولا هو الملف الأول الملف الاقتصادي هو التحدي الأكبر الذي يواجه أردوغان من أكثر من 4 أو 5 سنوات الاقتصاد التركي لم يصل بعد إلى مرحلة أن الصادرات هي أكثر من الواردات وبالتالي يستطيع أن يستغني عن الواردات أو جزء من الواردات إلى اليوم ما زال الاقتصاد التركي أو نزال التجاري فيها عجز وما زالت الواردات في الدؤ على حساب الدولار هي أكثر من الصادرات ما زالت تركيا تعاني من مشكلة الطاقة وهي أكبر يعني عائق يعيشه تركيا الاقتصاد التركي الآن في حال يعني اتخذت تركيا سياسات تخص الطاقة يعني إذا تحولت كل الصناعات أن تستغل الطاقة أو تستخدم الطاقة المحلية في صناعتها هذا الوقت ستقل نسبة التكلفة وبالتالي يتأثر المواطن بشكل مباشر الأمر الآخر إذا رفع الضرائب على الواردات بالأخص الواردات التي تخص الصناعة سيذهب باتجاه أن يبحث المصنع أو المنتج عن واردات محلية وبالتالي أنت نزلت الواردات ورفعت الصادرات وحاولت التوازن أو الموازنة بين الصادرات والواردات لحتى تخفف العجز الموجود العجز ليس بمعنى السلبي يعني حتى في الدول الكبيرة باختستثناء الدول المعتمدة على النفط دول كبيرة يعني لديها عجز وعجز كبير في ميزانياتها لكن لا يكون العجز أن يتحمله الخزينة التركية العجز تدفع كل سنة مليارات الدولارات حتى تغطي عجز هذه الخزينة لأنها ستنعكس بالنهاية على الضرائب يعني رأينا عندما وجدوا حقل للغاز تأثر المواطن بشكل مباشر وهو يعني لمدة عام كامل الغاز شبه مجاني سيكون هذا ما يبحث عنه المواطن عندما تثبت سعر الليرة عندما تثبت سعر الفائدة عندما يكون التضخم لأرقام أحادية سيشعر المواطن التركي بالراحة ذلك الوقت يعني أنا أتوقع أن المواطن التركي ستختلف نظرته كليا للحكومة يعني لا أتكلم عن يعني ليست هذه الحكومة هي حكومة للفوز بالانتخابات المرحلية لا هي تأسيس لمئوية جديدة تأسيس لنظام دولة ليس همها فقط يعني المؤسسات المحلية رغم أن أردوغان يعني يحاول الاستفادة من كل فرصة حتى ينغم على نغم الانتخابات القادمة بالملاسبة هناك هبوط اليوم حتى في سعر الليرة أمام الدولار برأيك هل نشهد تحسنا في سعر الصرف الليرة أيضا خلال هذه الشهور القادمة يعني هذا يعتمد على أكثر من عامل العامل الأول هي حجم الاستثمارات التي ستدخل البلد لأن حجم الليرة اليوم يعني يتأثر بحجم العملة الموجودة العملة الصعبة الموجودة إذا تكلمنا اليوم عن استثمارات بمليارات الدولار ستدخل السوق التركي وبالتالي سينتعش السوق التركي سيؤثر على الليرة يعني إذا اليوم لم تتأثر الاقتصاد أو الليرة بالعوامل السياسية الخارجية ربما ستستقر على الأقل الأمر الثالث وهو الأهم أن ليس من صالح المصنع اليوم التركي أو التاجر التركي أن تنخفض الليرة يعني أو أن ترتفع الليرة عفوا يعني اليوم إذا هي 21 لا يريدها أن تصبح 15 أو أقل من ذلك هو يريدها أن تثبت فقط الآن المصدرين إذا سأتهم ربما 99% يقول لك لا نريد أن نرفع الليرة نريد أن تبقى كذلك لأنه يبيع بالدولار يصدر بالدولار وليد العامل لديه بالليرة فالفرق البسيط هذا يغطي الكثير من التكاليف التي يتحملها وبالتالي ليس من مصلحته أن يخفض أساسا سعر أو يرفع سعر الليرة جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر